احنا ليست مشكلتنا دخول الفار التحكيمي في مصر دي مش مشكلتنا مشكلتنا هذه النوعية من دخول الفار وهذه النوعية من التحكيم لأن انت عندك بتلاعب الهلال السعودي في كأس العالم للأندية وبتكسب بربعية نظيفة وبنتيجة تاريخية لأن ما كانش فيه حكام لع الفار ولا في السحة بيتعاملوا باللي انت شوفتو ده بيتعاملوا بالكورة اللي فيها تعمد الدهس وعدم وجود التنافس على الكورة بيتعاملوا فيها ده أول ما كان فيه نفس فكرة هذه الألعاب كان فيه بطاقات حمرة مباشرة ببساطة والله ما مشكلتنا دخول الفار في مصر احنا خدنا مع متنفسين أقوى بكتير مع متنفسين ما بيخرجوش من دور المجمعات في دوري أبطال أفريقيا بقالهم سنتين دوار أو ألم مش لا تقليل من نادي ولا تفخيم في نادي ولا الكلام بقى اللي احنا عمينا ردده ده دوار أو ألم مع فرق معداش عليها عشرين سنة ما بتاخدش دوري الأبطال عملنا معها ايه؟ عملنا مع الفرق دي ان احنا وصلنا تلات نهاية دوري أبطال واخدين اتنين عملنا مع فرق في مستوى أعلى بكتير جدا في كأس العلم للأنديا ان احنا حعانا برونزيتين فده ببساطة بالمنطق المجرد يعني ايه؟ يعني ان ظروف العدالة مختلفة تماما في اي مسابقة بيخطها النادي الأهلي بعيدا عن الدوري المصري أو المسابقات المحلية المصرية اللي انتو بتشوفوا فيها كورة زي اللي انتو شفتها دي هي بالنسبة لي الفكرة الرئيسية عشان استغلال البعض ان انتو في وجود الفرق ما بتحققوش بطولات وبالشكل ده وبأزيل عدالة احنا لو ما عملناش 100% من مجهودنا القصة فيها مشاكل كتير جدا كان لنا وضح نقطة بس معينك قلت ان احنا بنواجه فرق ما خدتش بطولات من 20 سنة طبعا احنا بنتكلم عن كايزر تشيفز اللي خد بطولة الكونفدرالية او ابطال الكوس ولعبنا بعد ما فوزنا على سانداونز هو اللي لعبنا مرة اخرى في 2021 في 20 سنة لكايزر تشيفز بدون بطولات لما كان في موجود تقنية الفيديو قدرنا اننا نحقق البطولة بعد طرد هابي في المبرش هيرة مش انت بتربط معايا في الكلام بربط معايا كوا عموما انا بتكلم سواء على افريقيا او كمان محليا اصل هو هيفضل الناس تستغل ربط الشرط او في حاجة في المنطق اكيد انت فاهمني ربط ما ليس علا بعلة يعني بمعنى منذ دخول الفار في مصر الاهلي لا يحقق مصابقة الدوري اذا اذا النادي الاهلي في وجود الفار فقد المزال اللي كان بيملكها تحكميا وده اسمها مغلطة ليه؟ لان انت في بطولات اخرى في وجود الفار مع متنافسين اقوى بالورقة والقلم انت حققت البطولات يبقى العلا في هل الفار الموجود في مصر اتحليك عدالة افضل ولا عرضك لكل اشكال الظلم ما كناش بحسنا عن خبير اجنبي يجي يطور للتحكيم وفي وجود الفار احنا عايزين مش خبير اجنبي احنا عايزين كونسولتو من كل دول العالم ولكن